الميراث والمجتمع هل أسهمت بعض الثقافات أو العادات في حرمان بعض النساء من حقوقهن الكاملة التي ضمنها لهن الشرع وما الطرق الصحيحة للحصول على هذه الحقوق دون نقصان وما الحكايات التي تدور في خبايا المجتمع وربما تظهر اليوم على طاولة أهلاء للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي من السيديوهات في المنطقة الشرقية المحامي الأستاذ عثمان العتيبي ومعي هنا في السيديو الدكتور عبداللطيف الفوزان وهو الباحث الاجتماعي المعروف وأبدأ مع الأستاذ عثمان العتيبي أستاذ عثمان حقيقة الله معنا في أهلاء شكرا لتجوك مع دعوة البرنامج وفي حديث لك لصحيفة سبق قلت أن هذه الإشكالات في الميراث جعلت لدينا 20 مليار ريال معطلة بسبب مشاكل يعني ما وجه المشاكل لهذه 20 مليار عليكم السلام ورحمة الله وتحياتي لك يا أخي وتحياتي للمشاهدين الكرام الرقم 20 مليار هذا في محكمة أحوال شخصية واحدة الرقم أعلى من هذا بكثير تخيل كم محكمة شخصية محكمة أحوال شخصية موجودة في المملكة أرقام مهولة جدا ومعطلة كثير بسنين طويلة بس أنت تقصد أنه 20 مليار لقضية واحدة لا مم قضية محكمة أحوال شخصية في محكمة واحدة فقط مجموعة القضايا 20 مليار نعم لا يوجد الحقيقة أنا ليس عندي أرقام محددة دقيقة صادرة من جهة رسمية ولكن المعلومات الشخصية التي نستقيها من خلال علاقاتنا ومعرفتنا بأن في إحدى المحاكم أحوال الشخصية فيها 20 مليار ريال معطلة قضايا تركات طيب يعني المبلغ ليس بسيط تخيل عدد محاكم الأحوال الشخصية في المملكة كم وكم الأرقام في كل محكمة أحوال شخصية مبالغ مهولة تخيل كيف تأثيرها على الاقتصاد وكيف نعم وبأخذ منك الأسباب القانونية لهذا ولكن إذا تسمح لي خلني أخذ الموضوع بنظرة اجتماعية مع الدكتور عبداللطيف دكتور حياك الله معك فيها أعتقد أنك واحد من الناس القلائل جدا يعني لم تكن من الأوائل اللي رسالة الدكتورة كانت حول هذا الموضوع كان عنوانها المعوقات الاجتماعية لتمكين المرأة من ميراثها في المجتمع السعودي صحيح هل بالفعل هناك عوائق اجتماعية تعيق المرأة من حصولها على حقها في الميراث اللي كفلها له الشرع ولا إحنا جالسين نبالغ لا حقيقة طبعا الشرع أثبت ونص على الشيء هذا والله سبحانه وتعالى يتكفل بتوزيع الأنصب وهذا لكن تطبيق التوزيع متروك للأفراد متروك للأسر والكبير فيهم ومن يتولى الأمر الموانع تأتي من المجتمع من الممارسة لأن الحرمان هو ممارسة هو سلوك اجتماعي يمارس سلوك سلبي يمارس بين أفراد بين الأشخاص الوارثين فجزء من الوارثين هم من يقومون بحرمان الجزء الآخر فهو سلوك اجتماعي بمعنى أنه سلوك مكتسب إذا رجعنا للتأصيل الشرعي للمجتمع المجتمع المسلم الدولة قائمة على الشرع الكتاب والسنة لكن عند التطبيق هنا يختلف الناس عند التطبيق يختلف الناس في عادات تؤثر على أو تسهم يمنع مثلا النساء من تملك بعض الوارث وأيضا يعود أيضا على الأشخاص يعني الممارسات عندنا ممارسات أنواع عندنا الحرمان أولا نعيم الحرمان جزئي يحرم من جزء من حقه من نصيبه نحن نتكلم عن النساء هنا طبعا النساء هي جزء من الفئة الضعيفة بالمجتمع يعني عندنا الفئة الضعيفة بالمجتمع هي النساء والأطفال وكبار السن يعني ليش ضعيفة يعني ضعيفة بناء على أي تصنيف على التصنيف الاجتماعي مين اللي صنفهم ضعفاء هذا التصنيف الاجتماعي لأنهم يحتاجون من يساندهم ويمكنهم لأخذ حقوقهم فالنساء والأطفال وكبار السن والمعاقيين هؤلاء يعتبرون من الفئة الضعيفة كمصطلح اجتماعي كفئات ضعيفة بالمجتمع النساء تشكل في المجتمع تقريبا 50% أضف عليهم كبار السن أضف الأطفال أضف المعاقيين فإذا نتكلم عن 60 إلى 70% من أفراد المجتمع يواجهون هذه المشكلة بس إذا تسمح لي أوقف عند هذه النقطة وبعطيك المساحة تكمل ما تريد الحين في تصنيف علم الاجتماع تصنف المرأة على أنها من الفئات الضعيفة لأنها امرأة أولا بالنظر إلى ظروف المجتمع اللي هي عايشة فيها لا 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 بالنظر للمرأة لنساء عموما على مستوى العالم كله هذا التصنيف ليس حديث طبعا الآن هناك متغيرات وكذا ممكن تنتقل في أي فئة ممكن تلقى عناصر أقوى من الرجال وهكذا لكن بشكل عام نحن نتكلم بشكل عام فإنها تعتبر أنها تسلب الحقوق طعيفة بمطالبة بحقها طبعا هذه المصطلحات دعونا الآن الآن فيها أيضا دعونا أضيف لك مصطلح جديد من المصطلحات الحديثة في علم الاجتماع وهي وهو الفقر المؤنث نتيجة الحرمان يظهر عندنا فقر المؤنث نتيجة حرمان المرأة أيضا تحدث لنا مشكلة اللي هو الفقر المؤنث يعني مرتبط بالمرأة الفقر مرتبط بالمرأة لذلك جعلتها ربط بالمرأة هذا المسمى طبعا نحن نقول نحن نتكلم عن مع التغيير نحن نتكلم لا خلنا بكمل اللي هو ستين إلى سبعين بالمئة من فئة بالمجتمع يواجهون هذه المشكلة هل الكل؟ لا ليس الكل بستين نسبة عالية جدا لا لا الستين بالمئة هذول اللي يشكلون المجتمع اللي يشكلون المجتمع لكن من هؤلاء اللي هم الفئات من هؤلاء هل هم يواجهون فعلا معرضين أنهم يواجهون اللي يواجهون المشكلة معرضين أنهم قد يتعرضون إلى حرمان هل الكل لا ليس بالكل لأننا لا نعمم ولا ننظر نتكلم عن المجتمع نظرة سلبية هي ممارسة سلبية نعم نتكلم عنها ونظهرها ونبرزها حتى نجردها ونبدأ نضع الأسباب ونوصفها توصيف كامل جميل جدا أما السكوت هذه المشكلة هي موجود يعني جهود كتابات قديمة جزيلا الله خير يعني خطب الجماع يتكلمون بعض البرامج يعني بين سنة ونصف سنتين تقريبا ممكن يخرج كذا لكن لم تظهر لم تظهر على أن مثل هذا البرنامج هو يساعد على أظهار وإبراز هذا المشكل بإذن الله ونعرف أنه لديك أرقام معينة ونستعرضها بس أستأذنك نأخذ فاصل واستأذن الأستاذ عثمان وبعد الفاصل نكمل معكم حياكم الله مجدداً فيها لا ضيوفي الدكتور عبداللطيف الفوزان والأستاذ عثمان الاعتيب المحامي ونتحدث عن حقوق المرأة في الميراث وأنتقل إلى الشرقية والأستاذ عثمان أستاذ عثمان قانونياً في المحامة وكيف يمكن للقانون أن يتجاوز العادات التي حصل في منع بعض النساء من حقوقهم مثل ما ذكر الدكتور في دراسة البحثية والله يا أخي أنا أنظر للمسألة أنها مسألة لها أسباب المشكلة ليست على النساء لوحدهم يعني ممكن يتضرر أفراد العائلة من حرمانهم من حقوقهم لأسباب عديدة المشكلة فيها أسباب تبدأ في حياة الأب وتنتهي بالمشاكل القائمة في المحاكم مسؤولية الأب إذا يرغب في الحفاظ على أسرته ويحرص على تكاتفهم وبقاءهم مجتمعين مؤتلفين محافظين على أواصر لحمة الرحم يجب أن ينظر لما بعد وفاته ماذا ستقول عليه الأمور إن كانت عنده أموال ماذا ستقول عليه هو جمع الأموال هذه لإسعاد أسرته وأولاده فيحرص على أن يكون هذا المال سبب في تفرقهم وعداوتهم لبعضهم البعض وشحنائهم وبغضائهم ووقوفهم أمام بعضهم بعض في المحاكم كيف يحرص كيف فيه يعني كيف يجب أن يحرص إذا كان شرعا وقانونا الموارث مقسمة نعم صحيح مقسمة واضحة جدا في المحكمة عندما تصل للمحكمة لكن أنا كأب مثلا أنا بإمكاني أن أتفادى الوصول وصولهم إلى المحكمة عندي أموال عندي مبلغ من المال وعندي أبناء بإمكاني وأنا في حياتي أن أقوم بتقسيمه بينهم أجمعهم وقل تعالوا يا عيالي الله يحفظكم هذا ما لي وهذا ما علي هذا المال هذا لي وهذا علي أقسمه بينكم الآن في حياتي كل واحد يأخذ هذا النصيب ويقررهم كل واحد أخذ نصيبه بهذا الشكل يكون تفادى مشكلة مستقبلية وتحاشى أن يحدث بينهم أي نزاعات مستقبلية هذا أحد الحلول هذا في حالة أنه يكون هذا الشخص مثلا عنده أموال سائلة وأملاق قليلة لكن مثلا يكون عنده شركة ماذا حل عندي شركة وأرغب بأن أولادي يستفيدون من هذه الشركة وتستمر هذه الشركة في العمل وتدر عليهم رائع وأرباح بإمكاني أن أوزع مؤسهم هذه الشركة وحصصها بينهم بالتراضي والعدل طيب دكتور في الشركات مثلا إذا كانت شركة إذا كانت شركة وش رأيك في هذا البوضوع طبعا طرح الأستاذ الشخص لا يعرف متى يموت والشخص يمشي ويطور نفسه لا يعرف متى يصل إلى منتهى قد يعني هو يحاول أنه بيطور بيرتفع بياصل مليون مليونين ثلاثة أربع في كيف يقسم ويرجع ثاني من الصفر فالصعوب الآلية هذه صعوبة لكن السهولة التي يصنع السياسات توجد سياسة وأجراءات تضبط كل العملية طيب أستاذ عثمان يعني وصلتك تفضل أخذ تعليق قبل سؤال صحيح الواحد لا يعرف متى يموت ولكن الإنسان قد يخطفه الموت أيضا في أي لحظة وقد الأموال التي جمعها لإسعاد عائلة تكون هي السبب الأول في تفرقهم وتنازعهم يا أخي فيه أبناء وصلت بهم النزاع على التركة إلى أنهم يموت كل واحد منهم ولم يقابل أحد لم يقابل الآخر بسبب ما تولد عندهم من النزاع على هذه التركة يا أخي أنا أحل المشكلة قبل أن تبدأ قبل أن تبدأ وبإمكاني مثلا إذا كان عندي شركة أضعها فيها أو إذا كان عندي عموال أو أوزعها أيش المشكلة يا أستاذ عثمان هذا موجود وملاحظ في المجتمع لكن وين منشأ الخلاف فيه إذا كان الشرع والقانون حدد نصيب كل شخص يعني من أين ينشأ أن الأب لا يوجد غياب الشفافية بين الأب وأبنائه يكون ما فيه شفافية ساكت على ما عنده ولا يعرفون ما وراه ولا دونه ولا ما له ولا ما عليه فتمضي ويخطفه الموت ولا يعرفون الأموال أين هي اثنين يعني من المشاكل التي ممكن أنها تحدث أنه قد يكون هو في أعماله وفي حياته الشخصية عنده أعمال ويكون أحد أبنائه مثلا مقرب له وهذا الأبن المقرب يعرف داخله وخارجه ويعرف الأموال أين هي ويمكن يعطيه توكيلات وتفوضات ومع السنين مع السنين الأبن يجي ينمو في ذهنه بأنه هو من قام ساعد والده وهو من نمى مع والده هذه الأموال ويكون لها مستحق أكثر من البقية واضح أرجع لك بس أبأخذ من الدكتور بعض الأرقام والإحصاعات من دراسة التي أجراها طبعا لما نتكلم أبأ أعطيك بعض الأرقام على السريع طبعا أكثر نسبة اللي هو 76% تعرضنا لحرمام من الأخوان وعندنا نسبة 80% لا يعرفون هل تم استخراج حصر تركة أو لا 80% من العين لا يعرفون هل تم حصر تركة أو لا هذه الدراسة عام كم أجرية؟ عام 37% وأيضا عندنا 76% لا يعرفون كم النصيب كم نصيبها هل تأخذ نصف الأخ ولا الزوجة تأخذ الربع ولا الثمن يعني لا تعرف 76% 76% وهذه يعني أنا ما أدري يمكن للأخ الأستاذ تناول بعض القضايا هل حديثا تم تغيير مثلا سكح حصل للورثة هل يوضع داخل حصل للورثة أنصبة الأفراد هنا ممكن بس عشان يفيدنا هل موجودة الآن أم لا طيب هل تجاوب أستاذ عثمان المشكلة ليست في هل وجد حصل ورثة سكح حصل ورثة أم لا عند الخلاف بين الورثة في المحكمة تفصل في كل شيء المحكمة بإمكان يلجأ لها الجميع وتعمل قسمة إجبار بين الورثة وهي التي توزع الأنصبة بينهم حسب القسمة الشرعية نحن لا نتكلم في هذا الشيء نتكلم بأن كيف نتفاد هذه المشكلة قبل أن تحصل وقبل أن يقوم مثلا بأحد الورثة الذي كان مرافق لوالده أو المقربين له بإخفاء الأموال أو عمل مناقلات أو مبايعات سورية بحيث أنها يستولي على أغلب التركة وأغلب المال هنا المشكلة التي يجب أن يحلها وينتبه لها لكل شخص واضح عنده مال ويحرص على عائلته طيب قبل ما أودعك سيد عثمان أسمع منك رسالة أو نصيحة أخيرة بحكم أنك عايشت كثير من التجارب في هذا الموضوع لمين توجهها واذا تقول فيها أنا أقول من خبرتي خبرتي ما يقالب أكثر من 27 سنة في هذا المجال وفي هذا المهنة في هذه المهنة مهنة المحامة وجهت مشاكل أحيانا تحزن جدا جدا إلى حد أن الإنسان يتعلم وهو ليس بيده الحل بسبب ظلم بعض الورثة بعضهم لبعض ومن يملك السلطة في حياة والده وإخفى بعض الأموال عن بقية الورثة وظلمه ودائما الجانب الأضعف في هذا الأمر هو النساء والأخوات وحيائهن مطالبة بحقوقهن أنصح كل أب بأن يقوم بأن يكون واضح وشفاف مع جميع أفراد عائلته وإن حصل له أن يقسمه بينهم في الحياة فهو أسلم لأولاده وأسلم له نعم وإضاح جميع ما له وما عليه ولا يترك الأمور مبهمة وضائعة ويغيب عن الدنيا ويتركهم في فوضى نعم أستاذ عثمان بن خالد العتيبي شكرا جزيلا لك الكلمة الأخيرة عندك دكتور وليس الرسالة التي تختم فيها والله أنا أتكلم نقول هذه المشكلة لازم تبرز أكثر العلاج هو صنع سياسة لعلاج هذه المشكلة تشمل المجتمع ككل وهذه أفضل أفضل حلول يعني صنع سياسة تقصد نظامية نظامية حتى مع وجود يعني الشرع والقانون الواضح هي فكرة المشكلة إن هل تصل المرأة للقضاء واللي ما تصل إذا وصلت القضاء تبتأخذ حقه بإذن الله لكن المشكلة عدم استطاعة لوصول القضاء إما بعيب أو عدم استطاعة ما تستطيع أنه تذهب ما أنت تقصد أنه صنع سياسة توصل المرأة إلى القضاء نعم توصل للقضاء للجميع نساء ورجالا كلهم شكرا جزيلا لك دكتور شكرا للدكتور عبداللطيف الفوزان شكرا للأستاذ عثمان بن خالد العتيبي أعتقد أنه ما حدث في هذه الحلقة هو ويعني مجرد إضاح لهذا الموضوع شرح تبسيط تمهيد بنية تحتية وإلا فالأرقام والإحصاءات والنسب والتجارب كثيرة وستتسع لها حلقة قادمة بإذن الله بعد هذا الفاصل واحدة من القصص الملهمة لأحد الشباب السعوديين اشتركوا في القناة